موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين في الحديث عن أصحاب الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وكما ورد في الروايات الشريفة عن أهل البيت مواصفات هؤلاء الأصحاب نضعها تحت المجهر قبل الحديث عن الأصحاب هناك نقطة أساسية تتعلق بولاية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف السؤال هل الإمام له ولاية الآن أم ولاية الإمام تبدأ بعد الظهور المقدس له صلوات الله وسلامه عليه لا شك أن العلماء يقولون أن ولاية الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف علينا وعلى العباد وعلى كل العوالم إنما بدأت باستشهاد الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهذه الولاية ممتدة وهذه الولاية قائمة فالإمام المهدي المنتظر له الولاية المطلقة على الكون والعباد وعلى كل ما في هذا العالم نحن مسؤوليتنا تجاه هذه الولاية المطلقة للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أن نسعى لكسب رضى الإمام أن نعمل بوفق المقتضيات التي تستجلب رضى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف بمعنى أننا لما نذكر ذلك لا المقصود ليس هو عبر بعض المكاشفة كما يقولون أو الأساليب الباطنية لا الأساليب الباطنية ولا المكاشفات وإنما أن نعمل بما هو ظاهر ويستظهر من هذا العمل رضى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف إذن هذه الولاية الآن إنما هي ولاية الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وهو السبب المتصل بين الأرض والسماء الإمام المهدي له الولاية المطلقة ليس الولاية كما يتصور البعض أن ولاية الإمام تكون بعد ظهوره الآن نحن نعيش في الولاية المطلقة للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه فعالم الوجود وعالم الكون وكل العوالم إنما هي تدار من الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذن الولاية بعد الله سبحانه وتعالى إنما هي لرسول الله ولأمير المؤمنين وللسيدة فاطمة ولإمام الحسن والإمام الحسين ثم ينتقل الأفضلية طبعا الأفضلية تأتي من بعد الإمام الحسين للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تأتي مرحلة الأفضلية من بعد الإمام المهدي إلى الإمام زين العابدين ثم الإمام الباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فإذن هذه حقيقة يجب علينا أن نعتقد بها أن الولاية الآن في هذا العصر إنما هي ولاية إلى الإمام المعصوم هو بالذات الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه لذلك الإمام له تصدي ولكن هذا التصدي ليس هو ظاهري نحن لا نرى الإمام ولا نأخذ الأمر من الإمام مباشرة وإنما هنالك تصدي خفي من الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هذه عقيدة أيضا ذكرها علماءنا كالشيخ المفيد رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين هؤلاء الذين هم علماء الطائف والعلماء الآن بعد هذه المقدمة التي تعتبر مقدمة عقدية عقائدية مهمة فيما تتعلق بقضية الولاية المطلقة للإمام المعصوم وهو الإمام المهدي المنتظر ولاية نحن لا ننظر إليها ليست هي ظاهرة لكل الناس ولكن هي ولاية خفية للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فيما يتعلق ب نستمر في بحث الأصحاب والصحابة للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه الرواية واردة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أبين نقطة مهمة هناك مجموعة من الروايات تذكر من هنا وهناك والبعض مع الأسف يعلق الآن سأبين هذا الأمر أنه إحنا ما فينا كل رواية نسمعها في إمام أو في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والقضايا التي تتحدث مثلا أضرب مثال حتى أوضح كيفية الاستفادة من هذه الروايات يعني أن لا نقول المراد هو كذا يعني الرواية تقول أن الإمام ينتقل من مكة بعد الظهور المقدس له صلوات الله وسلامه عليه ينتقل من مكة إلى الكوفة الرواية تحكي على أشكال يعني الإمام كيف سينتقل بأي طريقة الأشكال والطريقة اللي في الظاهر أنه كالصحون الطائرة يعني هذه قد تكون تقنية حديثة في ظهور الإمام صلواته الله وسلامه عليه نحن لا نعلم ما هو الجهاز وما هي الآلية وما هي الطائرة وما هي الوسيلة ولكن في الروايات يشبه بمثل ذلك ونقول والله العالم يعني ليس بإمكان أن نقول الإمام بأي شيء بأي أسلوب حتى كلمة السيف أنه في بعض يبين ذلك أنه السيف في ذلك الوقت للناس ما كان يعرفون هذه الوسائل الحديثة في القتال لذلك يعبر عن القوة بالسيف بالسلاح يعبر عنه بالسيف على كل حال الرواية تقول إذا قام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف بعث بعث في أقاليم الأرض حتى تعلم أن قضية الإمام لا تتعلق بدولة معينة وبلد معين الإمام لكل البلاد بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول أهدك في كفك أهدك في كفك البعض يقولون المراد أنه هذا التليفون لا نعلم قد تكون هناك أجهزة متطورة أكثر من التليفون قد تكون قضية عجازية يعني لا نتمكن أن نبين كل الأحداث بالوسالة الطبيعية البعض يقولون أنه هذا التليفون الآن ينقل الصوت والصورة من كل بقاع الكرة الأرضية فيا ترى المراد هو هذا أم شيء آخر هذا حسب عقلنا الآن المادي نعم نفهم أنه هذا الشيء الذي ينظر في الكف يعني هو التليفون ولكن ليس هو الموبايل قد يكون أمر آخر الله أعلم يقول عهدك في كفك فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك وعمل بما فيها يعني أنك هذا حديث وهذه رسالة موجهة إلى أصحاب الإمام إلى قادة الألوية إلى قادة العالم من الثلاثمئة وثلاثة عشر الإمام يوجه أنه إذا صار عندك شيء إذا تحتاج إلى شيء إلى فهم أمر إلى استفسار انظر إلى هذا الأمر إلى كفك هذا الكف قد يكون هو الموبايل وقد يكون جهاز آخر وقد يكون هناك أعجاز لا هذا ولا ذاك ونتمكن أن نقول أن نعلم ذلك عند الله تبارك وتعالى فلماذا البعض يأتي ويقول المراد هو الموبايل ما نتمكن هكذا نحكم في هذه الرواية رواية أخرى أيضا مروية عن الإمام الصادق صلى الله وسلامه عليه عن عبد الله بن عجلان قال ذكرنا خروج القائم عند أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه فقلت له كيف لنا بعلم ذلك يعني كيف نعرف بقيام الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجوه الشريف كيف نعلم بذلك فيصبح الجواب من الإمام عليه السلام يصبح أحدكم يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوب طاعة معروفة يعني الظاهر من الرواية أنه الإنسان الذي إذا ظهر الإمام تحت رأسكم هناك هناك شيء صحيف صحيفة بسأل بعض نفس الشيء يقول الإنسان لن نام يخلي إلى جنب الموبايل فإذن المراد هو بالموبايل يطلع هذا الشيء يا جماعة ليس الأمر كذلك لا تفسر الأمور على فهمكم المادي الرواية تقول تحت رأسه ما قالت إلى جواره تحت رأسه صحيفة مكتوبة طاعة معروفة يعني هذا يدل عبارة مهمة لازم الكل يلتفت إلها أنه قضية لإمام المهدي صلواته الله وسلامه عليه وقضية الأمة عليهم السلام إحنا ما نتمكن بقدراتنا المادية نفهمها ونحكيها وندور حولها بالنتيجة إحنا الآن عدنا فهم هذا الفهم المادي نحكم الأمور بهذه العقلية المادية فإذن هذا الرمز هذه إشارة أنه لابد أن يكون الإنسان مطيعا مسلما إلى الإمام المعصوم اللي هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهذه النقطة موجودة محورية من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين إلى كل الأمة أكبر درجة للإنسان المؤمن الموالي أن يكون مطيعا مسلما للإمام صلواته الله وسلامه عليه فإذن الإنسان في تلك الليلة اللي يظهر فيها صباح ذلك اليوم أو تلك الليلة الإمام والإنسان المؤمن المنتظر المترقب لظهوره المقدس المبارك صلواته الله وسلامه عليه لما يشاهد يشاهد هذا الشيء أن هناك رسالة هسه هذه رسالة يمكن بالتليفون يمكن هذا الرسالة بالواتساب يمكن هذا الرسالة يمكن تطبيقات تجي غير الفيس وغير التليجرام وغير هذه الصفحات اللي الآن موجودة لا نعلم الآن تدرون كل يوم العلم يأتي بتطبيق جديد ووسيلة جديدة للتواصل لا نتمكن أن نقول أي شيء ولكن هناك رسالة أن تكون إنسانا مطيعا للإمام سلامه الله عليه افعل تفعل لا تفعل لا تفعل الآن عرفت السبب عرفت السبب وإن لم تعرف السبب فعليك بالطاعة في كل الأحوال هذا الإنسان الذي يكون مسلما لإمام زمانه الذي يكون مطيعا لحجة الله لا شك هذا الإنسان يرتقي ويرتقي حتى هذه الرواية اللي ذكرناها وأيضا الآن أنه لما يسأل الإمام عن أصحابه أصحاب الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول فيجمع الله تعالى له قوما قزعا كقزع السحاب قزعا كقزع السحاب بمعنى هذه الغيوم المتراكمة شايفين الغيم بعض الوقات تنظرون للغيوم الصير غيوم متراكمة شادة على بعض مربوطة ببعض غيوم فوق غيوم أصحاب الإمام الإمام يمثلهم قوما يعني مجاميع هذه المجاميع الله تبارك وتعالى يرسلهم إلى الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم فيجمع الله يعني القضية إلهية ربانية لا تحسب بحساباتنا نحن يعني بفهمنا وإدراكنا لا رب العالمين يتدخل فيجمعوا فيجمع الله تعالى له قوما قزعا كقزع السحاب يعني هناك تراكم كيف الرأس السحاب والغيوم تتراكم هكذا يتراكمون يؤلف بين قلوبهم لا يستوحشون من أحد ولا يفرحوا بأحد يدخل فيهم شوف الرباطة الجأش شوف الجدية شوف الطاعة المطلقة التسليم المطلق للإمام صلى الله عليه وسلم على عدد يا صحابي بدر نقرأ رواية هذه الرواية طبعا بها بعض متعددة وفهم هذه الروايات وهذه المسميات أنا أؤكد أنه فهم هذه المسميات الرواية رح نقراها اليوم جميلة حدهة جدا رائعة وتبعث السرور الإنسان المؤمن الموالي المنتظر المترقب للظهور المبارك للحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف لما فعلا لما يقرأ هذه الرواية ويشوف كيف أن الإمام الصادق سلام الله عليه كيف يحكي عن أصحاب الحجة شكثر هذه الكلمات تشدنا إلى الإمام شكثر هذه الكلمات تخليني مرتبط بالإمام تخليني يعيش الإمام يا ناس يا عالم ترى الإنسان اللي عنده عشق مهدوي هذا اللي متيم بصاحب العصر والزمان إش كثر ما يعاني من مشكلات في نشر الثقافة المهدوية بين الناس مساجد حسينيات في المدارس في المعاهد في الجامعات كثير من الطلبة يواجهون رفض يواجهون هناك معارضة ولكن لما تعرف قيمتك أنه أنت إنسان مهدوي أنت إنسان مهدوية إش كثر عدكم قيمة لما تشوفون الإمام المعصوم يصف أصحابه فكل هذه المشاكل وهذه المعارضات وهذا الرفض كل هذه الأمور لا تبال فيها ولا يهمكم أبدا يعني تخرجون من هذه الدائرة تستلذون بالعمل في نصرة الإمام الآن هو عملنا عمل مرابطة الآن عملنا عمل نصرة الإمام المهدي صلواته الله وسلامه عليه وهذا خطابي إلى الأكاديميين بالذات اللي في الجامعات والمدارس والمراكز العلمية علينا لا نجعل الإمام المهدي في المسجد فقط في الحسينية فقط لا الإمام المهدي في جامعاتنا لأن القضية المهدوية أهم من جامعتي أهم من دراستي أهم من شهادتي الإمام المهدي هو الأول والآخر بعد الله تبارك وتعالى هذه القيم هكذا نتلقاها فلما نبادر يوم اللي نعمل يوم اللي نقاتل من أجل نشر الثقافة المهدوية الصحيحة الصادقة التي تبشر الناس بالإمام صلواته الله وسلامه عليه ذاك الوقت يعرف الإنسان الرواية يرويها الفضيل ابن يسار اللي هو من أصحاب الإمام الصادق يقول عن أبي عبد الله نحن دائماً أنا حتى في كتابي مهدويون مرابطون في عصر الانتظار دائماً لما أذكر مثلاً الراوية يقول عن أبي عبد الله الناس كثير من عنهم لا يعرفون من هو أبو عبد الله في الروايات هو يراد من الإمام الصادق صلواته الله وسلامه عليه لذلك هناك مجموعة مثلاً نقول بالكوفة هناك مجموعة في دمشق هناك مجموعة في بعض البلاد ليس على سبيل الحصر هذا عبارة عامة يعني هناك مجموعة في الطالقان الطالقان هناك أكثر من رأي بعض يقولون في أفغانستان بعض يقولون في إيران وقلت هذا ليس على سبيل الحصر إنما هناك مجموعة في هذا البلد فيها هذه الصفات هسا الإمام لماذا يذكر هكذا؟ هل هناك تبعات لهذا الموضوع إنما هناك لأن الإمام ما أراد أن يبين أراد أن يبعد كان في عصر تقية ما يبين مثلا جماعة الكوفة بني أمية بني العباس بالكوفة بالمدينة حتى لا يتعرضون إلى ضغوط فرمى الإمام الكرة بعيدا على كل حالة هذه وجهة نظر كلها أرى تحتمل أكثر من وجه فيقول الإمام له كنز للحجة ابن الحسن صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف له كنز بالطالقان ما هو شوفوا الآن كيف أن الإمام يبين أصحاب الإمام مش كثر لهم قيمة يعني أن أكون الآن أنا أبدأ من هذه اللحظة ما أقول أنه أنا ما أتمكن ما عندي القدرة ما عندي هذا التوفيق أنا وأصحاب الإمام إلى أين الآخرون كيف وصلوا أنت تتمكن يحتاج رادة يحتاج إلى تحمل يحتاج إلى صبر يحتاج إلى استمرارية يحتاج إلى ثبات على العقيدة والعمل يحتاج أنه أحارب نفس الأمارة بالسوء لا تقولوا إحنا وين وأصحاب الإمام وين لا لا بد علينا الأئمة عليهم السلام يأمرونه أمر من الأئمة أنه أسعى وحاول ليش تذكرون هذه الصفات علشان نسعى إحنا حتى نرتقي ونصل إلى هذه الدرجات الإمام يعبر عنه كنز تدروني الكنز لا يوضع بين يدي الناس الكنز يخفى ويتم السطرة عن الناس عن عيون السراق حتى عن عيون غير السراق الكنز يضمه في مكان لا يعرف مكانه إلا القليل القليل والكنز إلى قيمة كبيرة لمن يضرب مثال الكنز حتى يبين أنه هؤلاء هذولا ذهب وأهم من الذهب وأهم من الألماص وأهم من الجوار بس الإمام يريد يقرب الصورة أنه فيقول لنا كنز فالعبارة ليست هي عبارة حقيقية هم قيمتهم أعظم من الكنز ولكن الإمام حتى يبين أن هؤلاء مستورون مستورون ولكن قيمتهم قيمة كبيرة هذا الكنز إحنا شن نتصور نتصور هذا الكنز هو ذهب وفضة الإمام الصادق عليه السلام يقول لا هؤلاء ليسوا ليسوا ما هو بذهب ولا فضة لا تصورون هذا الكنز اللي يحكي عنه الإمام عنده كنز عنده ذهب وفضة الكون كله بيد الإمام الإمام بيمنه يرزق وراء رزقنا رزق العالم العالم كل الأكوان البحار كل ما في العالم الآن هو بيد الإمام عجل الله تعالى فرج شنه شنه ذهب شنه فضة يعني هذه موازيننا العقلية احنا عقلنا الضعيف اسمحوا لي في هذه الكلمة احنا بهذا العقل الضعيف الذهب والفضة والإمام سلام الله على فوق هذه الموازين كلها وراية لم تنشر منذ طوية أي راية هذه راية مستورة كيف أن سيف ذي الفقار موجود ويظهر عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه خاتم سليمان يكون عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه عصى موسى تكون عند الإمام كل الرموز المهمة للأنبياء كلها تأتي بيد الإمام لأن الإمام هو أعظم من كل الأنبياء ألا من رسول الله صلى الله عليه وآله فإذن كلهم كما قلت لكم يعني عيسى عليه السلام روح الله إنما هو وزير للإمام الوحد وزراء للإمام يعني هو يأتمر ويمتثل إلى أمر الإمام سلام الله عليه فإذن هذه راية هذه راية لم تنشر منذ طوية بالنتيجة هذه مخبينها مخبيها ذاك اليوم اللي لازم تطلع هذه الراية سلمان في الروايات سلمان راح يكون من أصحاب الإمام شلون راح يكون هذا مخبينهم اللب اللباب هؤلاء اللي الزبدة هؤلاء مخذينهم ومخبينهم حق الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه إنه ينصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه ورجال رجال كأن قلوبهم زبر الحديد هذا عند إيمان الإيمان ما يهتز الإيمان ما يتضعضع هذا الإيمان قوي عند هذا الإنسان شوف العبارة يقول كأن قلوبهم زبر الحديد يعني ماذا؟ لا يشوبها شك في ذات الله ما هو واحد يقول أنا عندي وسواس قهري وعندي شك بوجود الله وعندي أنا ما أدري أسب بعض الكذا عندي زين هذه أمراضة نفسية ما فكرنا يوم الأيام نعالجها ما فكرتوا إنه ليش أنا عندي حالة شك مثلا بالإمام المعصوم عندي وسواس قهري أو عصاب القهري أنه أنا أفكر في أئمة أهل البيت كذا في رسول الله في القرآن في الله عندي أفكار شيطانية صر عندي ما فكرتوا تعالجوا نفسكم زين ليش هذه الأفكار تجعتكم شوفوا اللقمة اللي تأكلوها شنو هذه اللقمة شوفوا التزامكم بصلواتكم علاقتكم مع الله تبارك وتعالى أكثروا من الاستغفار أكثروا من الصلوات أكثروا من صلاة الليل أكثروا من قراءة القرآن زوروا الإمام الحسين سلام الله عليه زوروا الحجة بن الحسن قولوا للإمام المهدي يعالج هذه الأمراض اللي تعانون منها والله عندي هذه الحالة وأترك نفسي زين هذا الإنسان المريض اللي ما يروح عند الطبيب وعند الحكيم ويعالج نفسه ما هي النتيجة يتفاقم المراض الدواء بعد هذا الدواء اللي كان يستعمله إذا ما يستعمله بانتظام يتعاظم المراض هذا الدواء بعد ما ينفعه الإنسان اللي عنده أمراض روحية ونفسية ليعالج نفسه يقولون كيف نعالج بالقرآن اقرأوا القرآن كل يوم اقرأوا القرآن على الماء واشربوا الماء اقرأوا سورة الحمد اقرأوا سورة ياسين اقرأوا سورة طه هذه الصورة القرآنية يقرؤوها على الماء يصير هذا الماء مبارك انتوا اعملوا هذا العمل شوفوا هذه المشكلة اللي موجودة في نفسكم في أفكاركم في خيالاتكم طلعوا من هذه الأفكار عالجوا أنفسكم ولا أترك نفسي ها ما عارف شا سأوي وبعدين وأفكر هذه أفكار وأنا متأذي زي وبعدين إلى متى نعيش المشكلة عالجوا نفسكم المسيرة ماشية لحقوا لحقوا على الإمام لحقوا على هذه المسيرة وإلا الإنسان يجلس عنده بحظة إلى متى نعيش المشكلة وندور حول المشكلة روح عالج نفسك يا رجل يا امرأة على كل حال شوفوا العالم وين واصل شوفوا الإمام الصادق لما يحكي عن أصحاب الإمام عجل الله تعالى فرجه وين وصلوا ليش واقفين في مكانكم يقول رجال كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشبوها شك في ذات الله الإيمان المطلق بالله ليس كعقيدة حتى سلوك ما عندك شك ما عندك شك في ذات الله يقول المؤذن الله أكبر قال الله أكبر أذن صلى مو صلاة الصرقضاء مو صلاة بعد ثلاث أربع ساعات أرجع من الجامعة ساعة أربعة خمسة أصلي بعدين أي صلاة أي صلاة هذه صلاة اللي صرقضاء أي صلاة هذه لازم بليهم ألف مرة أقول أستغفر الله وأتوب إليه صلاتنا هذه صلاة اللي نصليها مجالتنا مجالس الغيبة والتهمة والنميمة والحرام ناكل أكل ما نعرف هذا مصدر من وين ناكل لحم ما ندر من وين وبعد أن يقول أنا أردكون إنسان مهدوي وإنسانة مهدوية كيف يكون الإنسان مهدوي شن هي بالأمنيات بالتمني شوفوا الإمام الصادق ماذا يقول ما عند شك في ذات الله يعني ماذا يعني مطيع لله تبارك وتعالى لا يقترب إلى الشبهات هذا شيء في شبهة ما أدخل فيه هذا في مجلس يمكن يكون في غناء ما أدخل فيه والله هذا عرض صديقتي وأهله وأقاربي وفي معصية وأحضر وأكون أنا مهدوي مهدوية كيف أكون ذلك شنو على كيفكم أنتو أنا أكون مهدوي وأحضر مجالس فيها معصية لله تبارك وتعالى اندار الناس نرضي الناس ونغضب الله تبارك وتعالى شوف العبارة الإمام الصادق كيف يصف هؤلاء الناس لا يشوبها لا يشوبها شك في ذات الله إلى متى الإنسان يبقى متدني إلى متى يبقى الإنسان بعيد عن هذه القافلة أشد من الحجر شوف الصفات احنا دائما نقول أنه صفات الغيبية لما القرآن يحكي حتى الرواية تحكي بس علشان يوضحون الصورة لأنه احنا ما نفهم نفهم الحجر ندري حجر صلب جدا الإمام يريد أن يبين صفة أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجو الشريف قلوبهم أشد من الحجر بالإيمان بالله بطاعة الله بالتسليم للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بعد لو حملوا على الجبال لأزالوها لو حملوا على الجبال لأزالوها شنو أزالت الجبال أي قوة أي قدرة هذه أي قوة عسكرية اللي الآن أي قوة عند إنسان الآن يزيل الجبل هي مو قصة أنه يزيل الجبل مو قصة أنه يزيل الجبل لا القضية أكبر أكبر بكثير جدا ولكن هذه القوة الكبيرة للأصحاب أصحاب الإمام المهدي عند قوة أنه لو حملوا على الجبال لأزالوها هذا الصحابي للإمام صلواته الله وسلامه عليه نعم نستقبل اتصال الأخت أم إسلام من الموصلة تفضلي أختي أم إسلام السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله شيخنا عندي كم سؤال يعني بيلي تفضلي هل تجاوبها بنفس البرامج؟ تفضلي تفضلي السؤال الأول أنه يعني بعد انتصار الإمام عليه السلام نعم أنه الأنبياء رح يعني هن يرجعونهم مهم والأئمة عليهم السلام يرجعون بعد انتصار الإمام زين زين والسؤال الثاني آن سامعا يقولون يعني السوفياني من يطلع هو يعني يكتلون الشيعة منو منو؟ السوفياني؟ السوفياني نعم حتى يعني من الموصل يقولون راح تصير حرب شبير كل شيء وين بالموصل؟ اه اه نعم يعني من يكتل الشيعة وبعد انتصار الإمام عليه السلام الشيعة رح يعني يرجعون يعني سير لهم راجعين بعد انتصار الإمام عليه السلام لو يموتوا يروحوا نعم نعم اوكي بعد سؤال الثالث و وخصوص دعاء العهد نعم يعني الدعاء لازم الصبح نقرأ او يعني عادي اي وقت يعني لي ما يعني قبل المغربية اوكي شكرا 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 او ام اسلام انا طبعا اشكر احنا نعتذر والاخوة الكادر اللي يدير البرنامج بالكنترول اي سؤال اجتماعي من جاوب اي سؤال فقه من جاوب اي تاريخي فقط في الامام المهدي سؤال اللي في الامام المهدي نشكر الاخت او ام اسلام على يعني اسئلتها ثلاث اسئلة في الامام المهدي واي سؤال يتعلق في الامام اللي ضمن معرفتنا بالاجابة رح نجاوب عليه ان شاء الله اجاب الاول طبعا احنا عدنا موضوع الرجعة وموضوع الرجعة هذا موضوع كبير جدا يعني اذا الله وفقنا في مرة من المرات يمكن سلسلة من الحلقات نعمل وفق روايات اهل البيت عليهم والسلام عدنا موضوع الرجعة لنا الانبياء الامة سلام الله عليهم يرجعون يعني الرواية تقول انه بالنسبة الى الامة سلام الله عليهم بالذات الامام الحسين يرجع ايضا في ظهور الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ولما يستشهد الامام المهدي الذي يصلي على الامام المهدي هو الامام الحسين عليه السلام ولئما سلام الله عليهم يرجعون ايضا بالنسبة للسفياني طب هي معارك اولا انتوا ما كنت داعي تخافون لا تخافون ابدا الانسان اللي في قلب الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف واللي عنده عقيدة راسخة لا يخاف أبدا عدكم إمام هو صاحبكم صاحبنا مولانا سيدنا إمامنا مقتدانا لحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه فلا تخافون من شيء ليكون عدكم خوف سفراني رح يطلع ويقتلنا الشيعة أبطال أيضا الشيعة من أنصار الإمام وأصحاب الإمام وكما ذكرت لكم يعني هناك النقباء والنجباء وهناك الشهداء اللي يرجعون هؤلاء الجزء الذي يسمح لهم بالرجعة هؤلاء كلهم بالنتيجة لا يكون أتكم خوف أنتم في هذه المناطق طبعا بعض الروايات فيها إسرار في الكلام يعني أنه يقتل كذا وكذا أنا طبعا ما أذكر هذه الأمور ولا أحب أذكرها لأنهم روايات حتمية هذه ليست في الروايات الحتمية هي رح نذكر إن شاء الله يعني قد يكون هناك بداء بداء قد الأمور تتغير الأمر بيد الله تبارك وتعالى في العلامات الحتمية قد يكون هناك بداء وتغير الأمور والله العالم فكيف بالأمور غير الحتمية فلماكوا داعي تخافون الإمام المهدي هو اللي يحميكم الإمام المهدي أنتوا خليكم مع الإمام خليكم قلوبكم سلوككم أعمالكم ومهدوا في الموصل في كل مكان مهدوا وعوا الناس تقف الناس إلى القضية المهدوية وهذا موضوع مهم جدا للغاية فلا تخافون أبدا وخليكم على هذه الصفات شوفوا شلون الإمام يقول أشد من الحجر المهدوي المؤمن والمهدوية قلبه أشد من الحجر مو حجر إيمان قوي بالله تبارك وتعالى وبالنسبة إلى دعاء العهد يقرأ من بعد صلاة الصبح إلى قبل الظهر تقريبا إلى قبل أذان الظهر هذه مساحة لدعاء العهد كل ما تقرؤ الصبح كل ما أبكر كل ما يكون أفضل دقيقتين يمكن يأخذ من وقت الإنسان دعاء العهد على كل حال بالنسبة إلى نكمل الرواية والرواية جميلة جدا تحكي عن أصحاب الإمام سلام الله عليه لو حملوا على الجبال لأزالوها طبعا يعني هذه يدل على القوة الخارقة اللي يملك اللي يملكوها فلا تفكر أنه الولايات المتحدة وروسية عدم هذه القنبلة النووية وعدم هذا السلاح الفتاك قضية الإمام المهدي تفوق ذلك لذلك بايدن قبل أشهر اتخذ مستشارا بروفسور قال له هذا البروفيسور فقط يستشير منه هو في عبارته بايدن الرئيس الأمريكي قال في الإمام المخفي هذه عبارته نحن نقول الإمام الغائب يعني هم حسوا بالخطر ولما سمعوا بعض الشيء البسيط فلا تصورون يعني هم هم الآن دراسات منذ سنوات في قضية الإمام المهدي وكيفية التصدي للإمام صلواته الله وسلامه عليه قضية الإمام المهدي كبيرة فوق ما نفكر لا أنتم ولا نحن ولا أحد قضية سماوية وربنا شوفوا الآن قضية أبرها لما جاء أراد أن يهدم الكعبة ماذا أرسل رب العالمين إن للبيت ربا يحميه يحميه من الذي حمل بيت أرسل طيرا من أبابيل صح ولا لا بهذه الحجارة الصغيرة قضى على أبرها وعلى جيشه اللي جاي جيش جرار فإذن الإمام المهدي لما يظهر لا يكون تخافون الإمام جاي بقوة قاهرة من الله تبارك وتعالى وعلى الأرض راح تكون قوة كبيرة لإمام قد نتصال آخر نعم الأخ عباس من بغداد فضل عباس انقطع التصال أوكي على كل حال نكمل الحديث الرواية تقول لو حملوا على الجبال لأزالوها طبعا هذا يحتاج للتفسير كثير يعني شنو هذه القوة اللي عدهم شنو إزالة الجبال شنو قدرة الهائلة اللي أصحاب الإمام عدهم طبعا إيمانهم يقصد بيه الإيمان يقصد بيه القوة العسكرية يقصد بيه القوة الضاربة عدة أمور لا يقصدون براية براياتهم بلدة إلا خربوها بلاد الكفر والشرك والنفاق هذه البلاد اللي ليس فيها مجال للإصلاح إذا دخلوا في هذه البلدة خربوها قضوا عليها كأن على خيولهم العقبان شوف شوف هذه كلها صفات ليست إلى القوة المادية فقط قوة المادية والروحية والمعنوية هذا كله يحكي عن بأس القلب ما يحكي بس عن العضلات ما يحكي بس عن قوة قوة السلاح اللي يمتلكونه حتى تقول لي أنت هذا السلاح جرثومي كيميائي قنبلة نووية هذا أمر بيد الله الآن أقول لكم كلمة كلمة في دقيقة في قضية كورونا العالم ما كان يصور قضية الإمام المهدي هذا صارت شلون العالم راح يتوقف كيف توقف العالم في كورونا فيروس أقل لا ينظر إليه إلا بالمجهر وقف المطارات وقف العالم كله والعالم أعلن عجزه حتى الرئيس الإيطالي ماذا قال قال علينا اللجوء إلى السماء كل الوسائل انتهت عندنا رئيس الإيطالي مقضية إيمان حتى تعرفون الله لو أراد لا تصوروا كل الوسائل هذه الإمام المهدي سيكون مسددا من الله تبارك وتعالى كما أن الله تبارك وتعالى في حرب أحد في حرب بدر كيف أن الملائكة اشتركت في القتال مع المسلمين ضد المشركين طبعا الشيء الجميل أن الملائكة كانت على صورة الإمام أمير المؤمنين فيتصورون اللي قتلهم هو علي بنبي طالب الله جعل صورة الملائكة على صورة الإمام أمير المؤمن سلامه الله عليه نعم اتصال عندنا الأخ الدلال من السماوات تفضلي أخ الدلال عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسنن اي بلي تفضلي حياتي الله الإمامة عدد الله وبرداز الصحيح يعني بعد سبع سنوات يمتسل أو أربعين سنة يستشف نعم يعني بعد سبع سنوات شو نقلتي يعني سبع سنوات من يطر الإمامة صحيح يقتل سبع سنوات يستشف أو أربعين سنة نعم شكرا شكرا أخ الدلال بالنسبة إلى قضية الإمام المهدي وحكم الإمام طبعا روايات متعددة رواية تقول سبع سنوات رواية تقول أربعين سنة رواية تقول سبعين سنة هذا علمه عند الله تبارك وتعالى يعني أيضا هذا يخضع ل عندنا روايات متعددة ولكن بالنتيجة الإمام ما راح الإمام يقتل إلا بعد أن يعم العالم العدل المهدوي المساواة وحكومة العدل الإلهي اللي من يوم آدم وهابيل وقابيل إلى الآن ما تحققت حكومة العدل الإلهي وستتحقق في ظهور الإمام المهدي المنتظر سلام الله عليه فنحن لا نعلم في عدة روايات موجودة ولكن العلم الحقيق عند الله تبارك وتعالى أن الإمام المهدي كم سيكون موجود ويعيش الإمام صلواته الله وسلامه ولكن هو المتسالم عند الجميع وفي الروايات بالنتيجة الإمام يطهر الأرض وحكومة الإمام تنتشر على كل الكرة الأرضية وتعلمون هذا ليس بالأمر اليسير ولكن أنه عند الله تبارك وتعالى لما الأمر يتعلق بالله وبإرادة الله الأمور كلها تتغير الرواية تقول يتمسحون بسرج الإمام يطلبون بذلك البركة يعني هذا الصحابي اللي لو حملوا على الجبال لأزالوها لو دخلوا القرية والبلاد خربوها هؤلاء أشدوا من الحجر هالصحابة هالقوة هالصلابة في الإيمان هؤلاء يتمسحون بسرج الإمام عليه السلام يطلبون بذلك البركة هذا الإنسان الصلب الحديدي يمكن عبارة الحديدي بعد هذا تعبير مجازي مو حقيقي هذا الإنسان هؤلاء يتمسحون بسرج الإمام الله هنيئا هنيئا لمن يصل لهذه الدرجة ويكون بهذا العالم نطلع من هذا العالم المادي اللي قاتلنا هذا العالم المادي اللي ماكل حياتنا وتفكيرنا وعقلنا هالقيل والقال وهي مشاكل الدنيا تعال عيش عيش مع أصحاب الإمام شوف العالم وين واصل العالم وين إلى أين وإحنا وين نعيش نتكلم بأي شيء نسالف بأي مواضيع والله إحنا ناس مساكين ناس ما عدنا فهي ما عدنا علي ما عدنا معرفة بالإمام لذلك حياتنا كلها مادية عايشين في أجواء المادة عايشين بالقيل والقال هذا شنو قال هذيش شنو قالت هذا الناس الناس لا يتكلمون علينا نخاف من كلام الناس نخاف من القيل والقال وحياتنا كلها رايحة وشوف شوفوا هالدرر الإمام الصادق يتكلم عن أصحاب الإمام يقول يتمسحون بسرج الإمام عليه السلام يطلبون بذلك البركة ويحفون به بس انتظروا شوي كنتروا شوي انتظروا الاتصالات خلقا كمل للرواية ويحفون به يحفون بالإمام نيالكم عمي نيالكم شوفوا شوفوا نيالهم على الشيء هذا يحفون به يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم هذا دا حول الإمام أصحاب الإمام هؤلاء الفدائيين المجاهدين الأبطال حول الإمام يحفون حول الإمام ويقون بالإمام أنفسهم يضحون بكل شيء للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف زيني عطونا الاتصال كنترول الأخ أحمد من بابل فضل أخ أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سمعت الشيخ حياك الله شيخنا بس سؤال عن جماعة دولة أحمد بن حسن يمان نعم بالبصرة يقول إحنا يقول إحنا أنا أحمد بن حسن يمان الجماعة تغفو له أنه هو بن يمان المهدي نعم هل هذا حقيق صحيح؟ هذا سؤالك فقط؟ السؤالي ويعني أمور يطرحونها الدوخ يعني أمور ويعني أمور جايدة نعم بعد أخ أحمد عندك بعد سؤال آخر؟ لا أنا أنا أشكرك بس يتوضح إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حاضر أولا أولا إحنا في هذا أخ أحمد هذا كلام إلك ولجميع الأخوة والأخوات الكل خلي ينتبه إحنا ما عدنا في روايات أهل البيت أن الإمام المهدي عنده ابن اسمه الأحمد بن الحسن ما عدنا هذا الشيء ما عدنا هذا الشيء في روايات أهل البيت أن الإمام المهدي قبل ما يظهر عنده ابن موجود بين الناس هذا كذب وهذا افتراء وهذا الدجل وهؤلاء الذين ينتمون إليه إنما هم دجالون وهذه الفرق وهذه الفتن كلها دجل في عصر الغيبة أنتم المؤمنون الموالون لصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجو الشريف كونوا على حذر حافظوا على إيمانكم ليس كل كلمة تسمعوها من هذا وذاك أنه هذا ابن الإمام وهذا يصافح الإمام وهذا يأخذ قرارا من الإمام كل كذب هذا ما يدعونه كذب كل هذه رايات باطلة وأزيد لك من الشعر بيت يقول ابن الإمام ما هو الدليل أعطيني دليلك بعدين أولا أحمد بن الحسن عدنا الآن ألف واحد اسم أحمد بن الحسن من يقول الآن يقولون نعم الطوسي والصدوق في كتبهم ذاكرين هذه الرواية نعم مع لش مع قطع النظر لو سلمنا رواية صحيحة لو سلمنا في السند وفي الدلالة وفي الفئمة رواية صحيحة لو سلمنا سؤال من يقول أن هذا أحمد بن الحسن هو ذاك الذي يقصد جئنا هناك ألف واحد فمجرد الإدعاء لا تصدقون هذه فتن الآن إحنا في عصر الغيبة كل شيء يتعلق بالمال مهدي ما عدنا إحنا فقط عدنا شيء واحد أنه والوصية أنه في الغيبة الكبرى أن نتبع مراجع التقليد فقط طبعا مع مراجع التقليد أيضا نقرأ الروايات ونزداد معرفة بالإمام المهدي وندعو لتعجيل الإمام إلى أن تظهر العلامات لظهور الإمام وكل الفئات هذا وغير كلها فئات باطلة وهؤلاء دجالون كذابون سؤال آخر نعم من وين الأخ حيدر من واسط تفضل أخ حيدر أخ حيدر تفضل زين نصص صوت التلفزيون أخ حيدر الله يبارك فيك أخ حيدر معي عليكم السلام ورحمة الله حياك الله عزيزي شيخنا أكو رواية دولة بيها يعني يحيي الأموات هل أكو رواية يعني أنت تستغرب على الإمام المهدي يحيي الأموات بإذن الله سؤال سؤال لا لا يعني ما بس أنا يعني هيك مثلا أتأكد يعني لا لا الآن راح رواية هذه صحيحة زين راح أبين لك لا هو مو يحيي الإمام يحيي الأموات الرواية تقول عندنا الرجعة يعني بعض الأموات يرجعون هذا المقصود أن الله يحييهم يعني بعد ظهور الإمام مثلا هذا اللي يداوم على دعاء العهد أربعين صباحا هذا إما يكون من أنصار الإمام أو يجون على قبره يا فلان لقد ظهر الإمام المهدي هل تريد أن تلتحق بالإمام قم بلتحق نعم هذا الشي يصير بإذن الله تبارك وتعالى مو الإمام أنه الله تبارك وتعالى يحييهم ويرجعهم إلى الوجود نعم هذه الرواية موجودة وأنا أقول شيء واحد عيسى بن مريم يحيي ما أحيي الأموات ما أحيي الأموات بإذن الله والإمام المهدي هو السيد ومولى عيسى بن مريم أي أعظم منه وأفضل منه فهذا شيء طبيعي الله تبارك وتعالى يعني لما نقرأ هذه الروايات يظهر أن الإمام عند الله سبحانه وتعالى يزوده بقدرة وقوة خارقة فلا نستغر بذلك أبدا حياك الله حياك الله نكمل الرواية إن شاء الله نكمل الرواية حتى نختم البرنامج إن شاء الله ويكفونه ما يريد فيهم يعني يقضون حوائج الإمام هذا تجدون أيضا حتى في دعاء العهد أن الإنسان يقضي حوائج الإمام مش كثر أنا أوصل إلى درجة مهمة أنني أقضي حوائج الإمام الرواية ما تخصص ناس معينين ما قالت إنه هالناس الله فاتح المجال للكل ليش ما تثق بنفسك ليش ما يكون عندك إيمان أنه توصل لهذه المرحلة ويكفونه هؤلاء الأصحاب يكفون الإمام ما يريد فيهم ماذا يريد الإمام منهم يكفونه يحقق كل ما يريد الإمام رجال لا ينامون الليل سمعت؟ اسمع رجال أصحاب الحجة بن الحسن الإمام المهدي صلواته الله وسلامه عليه رجال لا ينامون الليل مو الرجال يسهرون على المسلسلات مو الرجال يسهرون على المواقع التواصل قاعد على الأنستة وقاعد على الفيس تقلب منا وتقلب منا مو الرجال يسمعون موسيقى مو الرجال يسمعون أغاني مو الرجال يسهرون بالقهاوي القهاوي ويلعب دومنا ويلعب اخي لا لا مهذا غلطان هذا الانسان اللي يلعب دومنا ويلعب شطرنج ويروح للقهاوي ويسهر للصبح ويأصدقاء لعب ولهون في هذه الدنيا هذا وين وأصحاب الإمام وين رجال لا ينامون الليل لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل الله ما أجمل هذه الرواية دوي كدوي النحل يبيتون قياما على أطرافهم ويصبحون على خيولهم هو نائم يبيت ولكن جاهز في أي لحظة جاهز يبيتون على أطرافهم على أطرافهم يعني يبيتونهم قد يكون قياما الله العالم يبيتون على أطرافهم ويصبحون على أخيولهم رهبان بالليل ليوث بالنهار رهبان عبادة توجه استغفار صلوات هم أطوع له من الأمة لسيدها شوفوا انتبهوا هم أطوع إطاعة مطلقة تامة تسليم مطلق هم أطوع له من الأمة لسيدها كالمصابيح كأن قلوبهم القناديل كل نور وهم من خشة الله مشفقون يدعون بالشهادة أفضل من الشهادة بين يدي الإمام صاحب العصر والزمان ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله شعارهم يا لثارات الحسين الله الله ما أجمل هذا الشعار شعار أصحاب الإمام المهدي يا لثارات الحسين إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر شهر قبل ما يصلون إلى المناطق الناس يخافون يمشون إلى المولى إرسالا بهم ينصر الله إمام الحق هؤلاء هم أصحاب الإمام المهدي المنتظر ارفع ايدك للسماء قل اللهم اجعلني من أنصاره وأصحابه ومن المرضيين عنه ادعو الله ادعو يوميا اجعل هذا الارتباط بينك وبين الإمام صاحب العصر والزمان اليوم تصدقت عن الإمام المهدي اليوم قرأت دعاء العهد اليوم قرأت زيارة آل ياسين اليوم لما قمت من النوم قلت السلام عليك يا صاحب الزمان لما أكلت الطعام رفعت ايدك قلت اللهم بارك لمولانا وصاحب العصر والزمان عملت هالشيء ولا لا قرأت آيات قرآنية وأهدئتها للإمام عجل الله تعالى فرجه دعواتي لكم بالتوفيق والخير والسعادة في كل ليلة إن شاء الله على البث المباشر في قناة المهدي الفضائية إن شاء الله ساعة تاسعة والنصف بتوقيت كربلاء المقدسة نلتقيكم في كل ليلة إلى خمسطعش شعبان إن شاء الله في هذه المواضيع المهدوية إن شاء الله تكون أعمالنا هي مرضية عند مولانا وصاحب العصر والزمان دعواتي لكم بالتوفيق والخير والسعادة وقضاء الحوائج دائما نقول وآخر دعوانا اللهم عجل لوليك الفرج في أمان الله وحياكم الله موسيقى